في ظل انشغال الحكومة السودانية بدرء جائحة كورونا وإعلان حالة الطوارئ أوصدت الحياة الاقتصادية أبوابها ليصاب كل شيء بالركود عدد دولار الذي قفز في السوق الموازية مع شحن في العرض وإقبال على الطلب أصبح الدولار إلى أن وصل مرحلة إنه يصبح عبارة عن سلعة ثم تأزمت الموقف حتى نهاية العهد السابق إلى الآن جاءت الثورة بدر الارتفاع يمكن أن نكون بصورة وطيرة قوية جدا فهذا الآن الفرق بين السعرين يمكن أن تجاوز 200% وهذا يمكن أن يتهدد الاقتصاد السوداني في المرحلة القادمة لو ما حصل برنامج إزعافي طاري يقبح جماعة هذه المسألة ورغم اشتعال السوق السوداء بقي سعر بنك السودان المركزي وبقية البنوك خمسة وخمسين جنيها فقط ليفضل السودانيون العاملون بالخارج إجراء تحويلاتهم عن طريق السوق الموازية فتتفاقم أزمة بنك السودان المركزي في شح النقد الأجنبي وتشتعل أسعار كل شيء نحن كل مرة نقوم نمشي السوق نلقى أزعار زيادة عن السوق الفاتح فنحن نستعلم أن نعمل الربح ونمشي السوق على أساس أنه نحن ربحانين نمشي نلقى ربحنا بردو بيقى شنو رأس مال نحن نقول أن زيارة الدولار الآن ستأثر سلبا على الأدوية ستأثر سلبا لأننا أصلا مطالبين برعاية الصحية الأولية تكون أدوية مجانا في المستشفيات العامة ومركز الصحية يعاني السودان عجزا في الموازنة بنحو 2.9 مليار دولار بالإضافة إلى شح النقد الأجنبي وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية مما يجعل المسير عسيرا ما لم تنفذ إصلاحات اقتصادية عديدة من بينها إصدار شهادات استثمارية حكومية توظف مدخراتها في شراء عائدات صادر الذهب لتحسين الاحتياطي النقدي لبنك السودان من العمولات الأجنبية ارتفاع كبير في أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي رغم إيقاف حركة الاستيراد والتصدير بسبب جائحة كورونا لكن بعض الاقتصاديين توقعوا إزدياد مضطرت بعد رفع الحذر وعودة الحياة التجارية إلى سابق عهدها عفرة فتح الرحمن قناة الغد الخرطوم اشتركوا في القناة